كنت تفكر في تصميم موقع إلكتروني فهذا الفيديو سيهمك كثيرا لأننا سندكر الأمور التي يجب عليك الحصول عليها لامتلاك موقع على الإنترنت والبدء بذر أرباح عبر قيع خدماتك أو منتجاتك لكل الناس شاهد الفيديو للنهاية ولا تنسى مشاركته مع أصدقائك وترك إعجاب كما أن اشتراكك في القناة سيسعدنا وستتمكن من الحصول على الجديد دائما ستحتاج إلى خمسة أمور مهمة لا غنى عنها ليكون لمشروعك حضور على الإنترنت لنتعرف على هذه الركائز الأساسية للحصول على موقع إلكتروني ستحتاج إلى اسم نطاق استضافة جيدة شهادة SSL رمز تجاري وبطبيعة حال تصميم جداب لموقعك الإلكتروني اسم النطاق وهو العنوان الخاص بموقعك الإلكتروني ويجب أن ينتهي بإحدى النهايات التي تظهر على الشاشة لكن إذا استطعت الحصول على اسم نطاق ب.com فهذا أفضل لموقعك الإلكتروني بحيث يكون الموقع عالمي وبالتالي يحصل على عدد زوار أكبر أكيد أن هناك العديد من نهايات أسماء النطاقات التي يمكنك الاختيار من بينها والقرار يعود لطبيعة المشروع الخاص بك عند اختيارك لإسم نطاق يجب أن يتضمن الكلمة المفتاح لنوع مشروعك فإذا كان مشروعك مثلا يدور حول خدمة نظافة نوافذ البنايات فيجب أن يتوفر اسم النطاق على اسمين clean و window احرز دائما على أن لا يتوفر اسم النطاق على أرقام أو رموز كالتي تظهر على الشاشة لأن هذه الرموز قد تشوش عقل الزبون ومحركات البحث أحيانا أما بخصوص الاستضافة فهي الشركة التي تصدف ملفات موقعك في خوادمها وتصهر على أن يعرض موقعك الإلكتروني على الإنترنت بدون قطاعات ومشاكل وشركات الاستضافة هذه توفر خوادم متعددة وبسعات تخزين مختلفة بحيث يكون أداء موقعك الإلكتروني مبني على السعة التي قمت بشرائها فاحرس على أن تنتق السعة الملائمة لطبيعة مشروعك لأن موقع إلكتروني بسيط بمحتوى تعريف ضئيل سيحتاج سعة تخزين عادية بالمقارنة مع مدونة يتم نشر محتوها كل يوم يجب أيضا أن تحرس على أن تكون هذه الشركة تقدم خدمات متعددة كتوفير مثلا سي بانل يسهل عليك إدارة الموقع وأيضا أن تقدم الدعم التقني المتوفر 24 ساعة في اليوم أما المسألة الرابعة وهي شهادة الـ SSL وهي مهمة أيضا فشهادة الـ SSL هي ضرورية لموقعك الإلكتروني لبناء الثقة بين عملائك بحيث تقوم هذه الشهادة بحماية بيانات زبنائك من الصارقة من قبل المتطفلين والقراصنة وشهادة الـ SSL هي ذلك القفل الذي يتواجد في الجانب الأيصر من المتصفح الذي تستخدمه عند زيارة موقع إلكترونيما الرمز التجاري نعم الرمز التجاري هو تلك العلامة التي يعرف بها مشروعك فمثلا علامة سكل ويب هي هذا الرمز بهذا التصميم فعندما تسمع بوكالة سكل ويب لتصميم المواقع الإلكترونية التي تشاهد فيديوهاتها على هذه القناة فلابد أن يتبادر في ذهنك هذا الرمز التجاري الفريد عليك أن تقوم بتصميم رمز تجاري فريد بسيط ويمثل مفهوم مشروعك حتى تستطيع بناء قاعدة بيانات من الزبناء الأوفياء لتصميم رمز تجاري هناك العديد من الأدوات المجانية عبر الإنترنت التي توفر لك إمكانية تصميمه بنفسك لكن إذا لم تكن لديك خبرة في التصميم فما عليك إلا توظيف مبرمج مستقل أو طلب عرض مخصص من وكالتنا لنقوم بتصميم رمز تجاري لمشروعك باحترافية أما الأمر الخامس والأخير هو الحصول على تصميم فريد لموقعك الإلكتروني بعد أن قمت بشراء اسم نطاق جيد والاستضافة يعتمد عليها وقمت بتصميم رمز تجاري خلاب فمن البديه أنك تحتاج الآن لموقع إلكتروني بتصميمك الفريد لتنشره على الإنترنت والحصول على زبناء كثر وبالتالي سقف مبيعات أكبر حسب طبيعة مشروعك فهناك العديد من الأدوات التي يمكنك البدء باستخدامها لتصميم موقعك الإلكتروني بحيث أن العديد من شركات الاستضافة توفر تطبيقات مدفوعة أحياناً لتصميم موقع إلكتروني احترافي بخاصية Drag & Drop وهذا بدون أن يتمعرفة مسبقة بقواعد التصميم أما إذا كانت لك دراية بعالم التصميم فيمكنك استخدام أنظمة إدارة المحتوى CMS كالWordPress أو Drupal مثلاً بحيث توفر هذه الأخيرة وغيرها أرضية لاستخدام قوالب مصممة بشكل مسبق كنقطة بداية لخلق تصميم فريد لموقعك الإلكتروني في وكالة سكول ويب لتصميم المواقع الإلكترونية والتطبيقات نقدم تصاميم احترافية وفريدة يمكنك توظيفها لتصميم موقعك الإلكتروني حسب المفهوم الجميل لفكرتك أو لفكرة مشروعك وذلك إما باستخدام أحد الأنظمة التي قمت بذكرها لتوي لإدارة المحتوى أو تحصل على برمجة مخصصة عبر تصميم مخصص باستخدام CSS HTML والPHP تختلف أسعار تصميم موقع إلكتروني احترافي حسب المعايير والمميزات التي يرغب فيها الزبون فقد تتروح الأسعار ما بين 500 إلى 2000 دولار أحياناً ما رأيك الآن؟ هل تعرفت على ما تحتاجه للحصول على موقعك الإلكتروني اليوم؟ إذا كنت بحاجة لموقع إلكتروني فلا تتردد في الحصول على واحد فبدونه قد يكون منافسك بسدد الحصول على زبنائك الآن لأن لهم حضور على الإنترنت وأنت لا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر